بلا شك في الحملات جزء لا يتجزأ من الحملة القمعية الإسرائيلية الممارسة ولكن نفهم إلى غزة مرة أخرى العفو منك الصواريخ الفلسطينية ضربت ميناء أزدود هذا الميناء التجاري بطبيعة الحال الذي سقطت فيه قبل قليل مجموعة من الصواريخ وقد تضرر الميناء بشكل كبير هناك أيضا قاعدة عسكرية قريبة من هذا الميناء حتى داخل إطار الميناء هناك قاعدة للبحرية العسكرية البحرية التي عمليا تقوم باستهداف قطاع غزة الآن هذه الصواريخ سقطت بالقرب منها ولكن الأضرار كبيرة في ميناء أزدود نتيجة الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة بني جانس قبل قليل كان موجود في عسقلان وذلك للإطلاع على الأوضاع هناك نتحدث عن المدينة التي تعرضت إلى أكبر عدد ممكن من الصواريخ مقارنة بكل المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية وهذا العدد الذي تجاوز لغاية الآن 300 صاروخ على الأقل التي سقطت في عسقلان ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى خمسة بعد أن تم استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنت هذا اليوم والذي أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي إضافة إلى أن جنديان ما زالا لغاية الآن في غرف العمليات وذلك نتيجة الأضرار من هذا الصاروخ الكورنت الذي تم إطلاقه بن يمين نتنياهو موجود في عكا كان وهناك التقى برئيس البلدية وتحدث مطولا حول الاشتباكات التي نتجت بين شبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي عمليا حاولت تقمع الفلسطينيين في عكا الشبان أحرقوا بالكامل مغفر الشرطة نتنياهو بعد ذلك ترك وذهب إلى وزارة الجيش الإسرائيلية في تل أبيب للاطلاع على آخر التفاصيل العسكرية رئيس الدولة ريوفين ريفلين بدوره يقوم بجملة من الاتصالات مع القادة والرؤساء والملوك في العالم وذلك الإخناع بين إسرائيل في حالة دفاع عن النفس وطبعا هذا الدور الذي يقوم به رئيس الدولة لإنشغال رئيس الوزراء في متابعة الحرب والهجوم على قطاع غزة وهي جملة من حملة العلاقات العامة ولكن أكثر ما يمكن القول بأنه أزعج الإسرائيليين هو تصريح للمدعية العامة لمحكمة الجينايات الدولية بن سودا التي قالت بأنها تتابع مجريات ما يجري في قطاع غزة وأنها ترى بأن هناك لربما جرائم حرب يتم العمل عليها في هذه اللحظات وطبعا هذا سوف يضاف إلى ملف إسرائيل في محكمة الجينايات الدولية الجيش الإسرائيلي مستمر بالضربات من البحر من الجو ومن المدفعية لا يجد هناك الدبابات داخل قطاع غزة ومن المستبعد بأن تقوم إسرائيل بحملة برية واسعة كما حدث في السابق إلا فما كان هناك حاجة للدخول إلى داخل قطاع غزة ولكن الجيش الإسرائيلي لغاية الآن لم يحقق أي انتصار على المستوى المعنوي بمعنى آخر أصدروا بيان قبل قليل قالوا فيه بأنهم استهدفوا خمسة من القادة الميدانين لحركة حماس ولكن ذلك لم يكن كافيا للمجتمع الإسرائيلي الذي ما زال يشاهد الصواريخ هناك في تل أبيب في بتيام في أسدود في عسقلان في سدروت وصباحا في اليوم كانت هناك تلك الرشقة التي ضربت ديمونة وضربت أيضا بئر السبع شرقا الجيش الإسرائيلي يطالب أيضا باستدعاء المزيد من القوات الإسرائيلية خمسة ألاف جند احتياط ليسوا كافيين عدد منهم حتى لم يصل إلى القواعد العسكرية وبالتالي هم يطالبون بأن يكون هناك زيادة للقوات العسكرية في الداخل الفلسطيني في الليد في حيفا أم الفحم الناصرة دير حنة سخنين نتحدث عن شف عمر كل هذه البلدات التي شهدت الليلة الماضية اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية الليلة أيضا على موعد كما فهمنا مع الشرطة الإسرائيلية في مزيد من الاشتباكات رغم محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا التنسيق مع وزير الداخلية أريد رعي الذي تحدث مع رؤساء البلديات العرب قال لهم أوقف الشبان لا نريد عنف نريد أن تكون الأمور هنا بسلام ولكن عدد من رؤساء البلديات قالوا لا يمكن أن نسيطر على الأجواء هنا في الداخل الفلسطيني الذي بدأ متفجرا عدد المعتقلين تجاوز الألف وهذا يعني بأن هناك عدد كبير من السجون الإسرائيلية التي الآن باتت ممتلئة بالشبان الفلسطينيين لا نتحدث عن الثلاثينات في العمر ولكن نتحدث 16-17-20 عاما 21 عاما من الشبان الذين تم اعتقالهم هنا في القدس الأجواء بعد نهار أو بعد ليلة صعبة كانت ليلة أمس استمرت الاشتباكات لغاية الساعة الثانية ليلا ترجمة نانسي قنقر